اوعى 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 تشتري لابتوب ده نصيحة انا بقولها الناس كتيرة جدا دلوقتي خصوصا بعد ما غربت بنفسي واشتريت ايباد واللي هو على فكرة مش جيل حديث خالص هو نازل بقاله اربع سنين ومع ذلك احسن بكتير جدا من لابتوبات كتيرة جدا في السوق ومن حاجات كتيرة جدا في السوق وسعره كويس لكن دلوقتي انا بستعمله اكتر من اي حاجة في يومي وما اقدرش اتخيل يومي فعلا من غيره هو والاكسسورات اللي بستعملها معا هتكلم معاك على حاجات ساعدها كويس جدا خصوصا مقارنة بالحاجات اللي هي بتقدمها وهقولك ليه انا برشحه لناس معينة كمان عن اللاتو مهم جدا ان انت تكمل الفيديو دوت لحد الاخر مبدئيا انا بستعمله في كل حاجة من اول الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دوت دلوقتي والكاميرا اللي انا بتحكم فيها من خلال الايباد لحد طبعا الاستعمال الاهم وهو الكتاب عليه سواء بقى وانا بكتب الاسكتاب بتاع الفيديو سواء وانا بذاكر عليه في الدراسة سواء وانا بشتغل على بروجيكت جديد وعايز اخططله الاول صح قبلها بستعمل الايباد دايما في المواقف ديك كلها واللي هي بمر بيها على الاقل مرة في يومي فانا هرشحه دايما خصوصا بتجربة الكتاب عليه للطلاب مش هتشيل بقى كذا كراسة وكذا كتاب معاك لا هو انت كل حاجة على الايباد وبتكتب على طول على البي دي اف او على النوتة اللي انت عمل لها كرية على الايباد وهو احسن بكتير جدا من اللابتوب في الموضوع دوت لان تخيل مثلا في المعادلات بتاعت الماس لو جيت تكتبها بكيبورد مثلا على اللابتوب هتلاقي ان الموضوع صعب ورخم قوي انما انت حرفيا على الايباد بتستعمل قلم فالموضوع زي وزي اي كراسة عادية طبعا نفس الحكاية في الجراف وانت بترسم لو طالب في صيدلة في طب في علوم كل الكلات الطبية ديت وبتكتبهم رحوظات كتيرة قوي هتستفيد منه بشكل رهيب وناس الحكاية جدا برضو مع التخصصات الادبية جدا زي ألسون مثلا وطبعا بقى اصلا مش محتاجة تكلم على طلبة فنون او الناس اللي بترسم او الناس اللي بالديزاين لان هو اصلا مخصص لحاجة زي كده محترفين كتير جدا عالميا بيستعملوا بشكل اساسي في الحتة ديت طبعا بقى مع سهولة التنقل بي والحركة بي في اي مكان بتخلينا استعمله اكتر بكتير جدا من اللابتوب علشان صغير كده وقدر تنقل بي بسهولة ومفتوحة على طول مش بتحتاج بقى ان انت تفتح وتشغل اللابتوب لسه علشان تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها لا عايزة تفرج على فيلم بس تسهل على طول اسحب الايباد من جنبي وتفرج عليه اللي استعمالي الكتير دوت زاد عليه لما جبت له الكيبورد ديت وهي على فكرة بالنسبالي احسن كمان من الماجيك كيبورد بتاعت ابل رغم ان هي ارخص في السعر الكافر دوت او الكيبورد ديت هي لوجي تيك سليم فوليو برو كلمة سليم ديت ممكن تحسسك ان هي رفاقية عشوية بس ديت مش حقيقة تماما هي حرفيا بتدي سمك اكتر من الايباد نفسه بس صراحة الحاجات اللي بتدفعلي تستاهل جدا السمك دوت اولا هي معمولة من الالومنيوم فانت عندك كيبورد بخامات محترمة ومسكة نفسها جامد لها جوانب كده حوالين الايباد نفسه معمولة من الكويتش فبتحميه جدا من اي خبطات تجربة التوصيل بتاعتها على الايباد تعتبر فوق المنتزه لان انت بمجرد ما بتركبه هي بتشتغل عليه خلاص مش محتاج كل مرة توصله تقفلها وتشغلها زي كيبوردات تانية كتيرة من الحاجات بقى اللي بحبها جدا في الكيبورد نفسها هي انها مش بتخليني محتاج استعمل الشاشة تقريبا عندك زرارة الفانكشن اللي موجودة فوق ديت بتخليني اوقف وشغل الاغاني او الفيلم اللي انا بتفرج عليه اتحكم في مستوى الصوت او افتح الهوم سكرين او حتى اعمل سرش على اي ابليكيشن موجود جوه الايباد بيوفر لك تجربة بتخليك تحس ان هو فعلا لابتوب مش بتحتاج تستعمل الشاشة تتش هي كمان بتنور باللون اللابيض بحيث ان انت لو بتستعملها ومفيش اضاءة حواليك تبقى شايف الزرار كلها كويس وليها تلات مستويات في الاضاءة بحيث ان انت تزبطها زي ما انت عايز اللي عجبني فيها جدا بقى عن الماجيككيبورد بتاعت ابل هي تجربة الكتابة لما بتقتيب اي حاجة على الكيبورد د لها احساس وملمس زي الكيبورد الحقيقية شعور تكتيل كده او ان انت لما بتجي تدوس على الزرار بتحس ان هو بينزل فعلا معاك انما الماجيك كيبورد بتاعت ابل تجربة الكتابة عليها ما بتعجبنيش خالص بحيس ان انا لما بدوس على الزرار هو كيبورد كلها بتنزل كده وبتعرف ايه الزرار اللي انا دوست عليه فبتديني تجربة الكتابة وحشة قوي ده وكان السبب الرئيسي بالنسبالي اللي خلاني افضل اللوجي تيك سليم فوليو برو لانها فعلا بتخليني احب الكتاب عليه ووقتي كمان ما تحب ترسم على الشاشة مثلا او تستعمل الالم عموما مش محتاج ان انت تفوق الايباد من الكفر بتاعه وهو فيه وضعية تانية بتسهلك جدا تجربة الرسم عليه او طبعا الكتابة بالابل بينسل عموما لو بتاخد عليه محضراتك وحاجات زي كده هو بيرفعه كمان شوية ناحيتك من فوق بحيس ان هو يديلك وضعية احسن للرسم بالحديث كمان على موضوع التجربة بتاعة الرسم والكتابة على شاشة فهي اهم حاجة انت مفروض تجيبها للايباد هي القلم طبعا القلم المعروف بتاعه هو الابل بينسل اقوى قلم واحسن قلم ممكن تجيبه ليه بس الحقيقة ان الابل بينسل سعره غالي جدا ومع ذلك فيه بدايل تانية كثيرة كويسة سعرها رخيص واحد بقى من البدايل اللي سعرها رخيص ديت ومدعومة رسميا من ابل هو اللوجي تيك كراين دوت تقريبا القلم الوحيد اللي مش متصنع من ابل ومع ذلك قبل بتبيعه في الابل ستور بتاعها وموثقه بشكل رسمي لو دخلت على موقع ابل نفسه هتلاقي حاجات ليها علاقة بالقلم دوت اللي هو اللوجي تيك كراين فهو رسمي جدا ومدعوم جدا وارخص بكتير قوي في السعر مشكلته ان انت هتضحي بشوية حاجات صغيرة منها ان الجيل الجديد من الابل بنسل بيشحن بشكل لاسلكي اصلا اول لما بتوصله بالايباد انما اللوجي تيك كراين فانت بتحتاج تشحنه من فوق بشكل تقليدي جدا والمدخل اللي موجود فوق هو نفس مدخل الايفون اللي وصله اللايتنينج بورت فلو انت عندك السلك بتاع الايفون او عندك ايباد من الاجيال الاقدم شوية هتلاقي ان هو بيتشحن بنفس الوصلة اللي موجودة عندك في البيت حاجة تانية كمان هو انه مش بيدعم مستويات ضغط مختلفة الابل بنسل بيعرف القوة اللي انت ضغطت بيها على الايباد فبيعملك الخطة عريض او رفاية على حسب دوت انما الالم بتاع لوجي تيك مفهوش السنسور دوت مبيقدارش يعرف انت دايس بمستوى ضغط قديق حاجة زي كده ممكن تفرق لو انت هتستعمله في الرسم بشكل محترف انما الكتابة الموضوع مش مأثر بشكل سلبي تماما وفي السكتشينج كمان لو انت هتعمل جراف لو انت هتصمم لوغو لو انت هتعمل اي حاجة من الحاجات اللي انت مش محتاج مستويات ضغط فيها انت محتاج قلم عادي جدا اللوجي تيك رايون هيبقى بديل ممتاز جدا وسعره حرفيا اقل من نص سعر الابل بنسل التصميم بتاعه مسطح شوية ودوا بيخليه ما يقعش او ما يتضحركش لو انت حطيته على المكتب معمول من معدن وبصراحة مسكته في الايد كنت حاسس ان هو اقوى وماسك نفسه اكتر حتى من الابل بنسل ودوت منطقي لان انت اصلا عايز تشتري الالم دوت بحيث ان هو سعره يبقى رخيص فانت مش عايزه يبوز معاك بالتالي كان مهم جدا ان هم يعملوا خامات محترمة زي دا لو عندك مثلا اطفال وبيستعملوا الايباد كتير في البيت اللوجي تيك هيبقى احسنهم كمان من الابل بنسل مريحا جدا في الايد ويستحمل التخبيط بتاعهم شوية علشان كده ابل بشكل رسمي بترشحه للاستعمال في المدارس طيب بالنسبة بقى للأسعار الأسعار اللي انا هقولها دا دلوقتي هي الأسعار المنتشرة ممكن تلاقي سعر اقل من كده ممكن تلاقي سعر اعلى من كده على حسب انت هتجيبه منين بالظبط وبشكل رسمي ولا لا اللوجي تيك رايون بيتباع بحوالي 1500 جنيه في حين ان الابل بنسل 2 بيتباع دلوقتي باكتر من 3000 جنيه ففعلا فرق السعر كبير قوي يخلي اللوجي تيك رايون اختيار احسن لكل الناس اللي هتستعمل القلم في الكتابة بالنسبة للسلم فوليو برو فدهت هتختلف على حسب ايه الايباد اللي معاك وين النسخة اللي هتجيبها منها النسخة اللي معايا هنا واللي هي رايحة على الايباد برو 12.9 انش بتتباع بحوالي 3000 جنيه لما تيجي قررها ان هي اصلا احسن في الكتابة من الماجيك كيبورد وان الماجيك كيبورد بتاعت ابل دلوقتي سعرها بيعدي لتسعة تلاف جنيه كمان فالسعر بتاعت 3000 دوت هتلاقيه فوق الممتاز لو انت جبت الايباد النسخة اللي هي الـ 11 انش هتلاقي ان سعرها ارخص ولو فكرت حتى تجيب السليم فوليو العادية مش السليم فوليو برو هتلاقي ان سعرها ممكن بيوصل لـ 1500 جنيه وارخص من كده كمان لان انت عندك نسخ كتيرة جدا من الكافر دوت وعندك اصلا كمان كافرات تانية من لوجي تيك في منهم بيبقى جواه كمان ماوس لو انت بتحب تستعمل الماوس على الايباد فعندك اوبشنات كتيرة جدا من الناحية ديت وزين بقولك كلها بأسعار مختلفة لوجي تيك كمان بتديلك ضمان سنتين على اي منتج عندك لو لوجي تيك رايون طلع فيه اي عيب تصنيع معاك فانت في خلال السنتين دول هتروح لهم بسهولة جدا تديلهم الالم دوت وتاخد واحد تاني جديد مكانه بالنسبة الايباد نفسه فاسعاره متفوتة جدا الاجيال الجديدة كلها من اول الايباد فور ممكن تبتدي من 10.000 جنيه لحد 30.000 جنيه في الايباد برو 2021 بس خليك فاكر انا برشح لك الايباد مش علشان الكاملات بتاعته مثلا مش علشان البروسيسور القوي اللي موجود في النسخة البرو العالية خالص انت جايبه علشان تجربة الكتاب عليه فمفيش مبرر قوي قوي بالنسبة ل 99% من الناس ان هي تجيب نسخة من النسخة العالية ممكن تشتري الايباد ايرفور دوت يعتبر حاجة بتقدم توازن قوي جدا ما بين السعر الرخيص وان هو جاي بالتصميم الجديد وحاجة حديثة نسبيا نازل بقاله اقل من سنتين لكن على فكرة برضو عندك حاجات من اللي هي بتدعم التوتش اي دي مش الفيس اي دي اللي هي الجيل الاقدم شوية هتلاقيها ارخص كمان من كده وهتبقى كويسة برضو معاك جدا لو انت مش هتقدر تجيب حاجة عليه فبصراحة الحاجات اللي انا قلتها دي كلها مخلياني بس تعمل الايباد اكتر بكثير جدا من اي حاجة تانية عندي بس للأسف هو مش هينفع كل الناس لو انت طالب في هندسة ولو انت طالب في حاسبات لو انت محتاجه في المونتاج بشكل احترافي قوي كل الحاجات ديت مش هينفع معاها اصلا ايباد انت محتاج لك لابتوب كامل خصوصا طلبة حاسبات وشغل البرمجة عموما مش هينفعه تماما تابلت ممكن يكون اضافة حلوة لك ممكن لو انت مثلا في هندسة تستعمله في الاسكتشينج انما مش هيبقى بديل عن اللابتوب لازم يكون عندك لابتوب قوي علشان البرامج بتاعتك اللي هي اصلا مش هتبقى موجودة البرامج ديت على الايباد فخلي بالك جدا من الحتة ديت علشان تجيب حاجة مناسبة بالنسبالك لو انت الايباد ينفع بديل ليك فهو احسن لك بكثير من اللابتوب انما في ناس ماينفع لهاش اصلا ان هو يبقى بديل فديت المنتجات اللي انا قلت بستعملها مع الايباد برو بتاعي وديت تجربتي معاه وبس كده كان المواطن اللي كان معاكم محمد كمال اسلامين في الفيديو جاي